اشتركوا في القناة 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 اللي انا ذكرت من الاسماء ولكن يتناسب معاه في برجه اه لما يجي اقول لك احسب انا بحسبتلك على اسم الام واسمك انت هذا بعطي ميزان الاسم احنا بنسميه ميزان الاسم مش لا الو علاقة ببرجك الباطن ولا بالعلاقة هذا بعطيك من شخصيتك ما يعادل ما بين 15% لعشرين في المية فقط لا غير عشان هيك لما تيجي تحسب انت بطلع عندك انت عدد او البرج هاد البرج هاد انت بتاخذ منه من الصفات تاعت البرج هاي على حسب اسمك او اسمك واسم امك ماشي فهذا ما اسم البرج الباطن هذا اسمه تأثير الاسم عليك عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله السلام شو قال قال وانتقوا لابنائكم اسماءهم فان لهم نصيب منها ماشي فعشان هيك هذا علم الاسماء وعلم آدم الاسماء كلها هذا علم جليل وكبير ومش سهل ومش بالطريقة اللي بتنتقل اذا بدأ حرفك بحرفة زين معناته انت بده مش عارف ايش نصير فيك هذا بالصور ما يبتضربوه لانه هذا كذاب هذا مالوش علاقة هاي احرف كلها احرف مباركة احرف كريمة كل حرف منها الو موازين الاحرف المظلمة ايشي والاحرف النورانية من هاي الاحرف ايشي وموازينها مع بعض ايشي وتركيبتها معقدة فعشان هيك ما حدا منهم بعرف هذا العلم العلم هذا اللي بعرفه الاشخاص اللي دخلوا شوي في علم الحرف وعلم الاوفاق مع بعض اما ان علم الحرف لحاله ما بعطيه وعلم الاوفاق لحاله ما بعطيه لازم يجمع العلمين مع بعض بدونهم ما بعطيك معلومة صحيحة واثنين تبع علم الاوفاق ما بيقدر يطنعي يعمل على اليوتيوب عشان يحكي لك عن شخصيتك لانه اساسا هو مش للشخصيات او شرح الشخصيات وعلم الحرف ما له برضو يجي يشرح لك عنه لانه برضو ما له في الشخصيات ولا له في الطوابع او الطوالع او الامور هاي فعشان هيك اللي بيجي بقولك اسمك طلعتلك طالعك عن اسمك واسم الام هو اعطاك صفات الاسم من اي برج بتوافق معاك انت يعني انا مثلا اسد لما اجي احسب اسمي مثلا بدي يطلع عذراء هل الاسد والعذراء بتوافقوا كاسماء برجين بتوافقوا مع بعض ما بتوافقوا معناته اسمي متعب علي وصلتكو المعلومة فهي انك كيف تنتقي انت الاسم اسمك مش اسمك واسم امك الاسم نفسه فعشان هيك لما تيجي انت بدك تنتقي الاسماء لازم تنتقي انت البرج المناسب للمولود من الاسم واسمها موازين فانت بتحسب الاسم ها بتعمله ميزان حرفي عشان تعرف ان الصفات هاي تغلب على اي برج ومكوناتهم من اي عناصر يعني لازم يكون مثلا ممكن انا انثى الانثى ما بقدر انا اجي اعطيها مثلا اسم قوي يعني اسم ناري ليش لانها بدت تصير بصفات مذكرة موجودة عندها فهاي لا تنطبق على الانوثي عشان هيك بتعيش دائما بشخصية قوية جدا لدرجة انها ما بتتوافق مع الرجال فلما باجي انا بنتقيلها اسماء الاسم هادي يتوافق مع صفاتها كأنثى بتكون شخصيتها اقوى نفس الاشي لالرجل رجل اجي اعطيه انا مسميات الاسم الانثوي شو بدي يصير فيه معناته بدي يطلع محكوم بدي يطلع واحة يعني نزل راسه وفي ناس ركب عكتافه انات وذكور لانه مش شخصية الرجل هذا الخطأ اللي صار بعد مع هذا العلم تلاشى او شبه اختفى لانه ما اختفى بالكامل انه اصبح ما في رجال الا قلة بسبب انه تداخلت الاسماء اخذوها على موازين اللفظ يعني زي شادي فادي هادي الاسماء هاي اللي بتكون متسلسلة قال والله الاسماء حلو لداني بنترب فيه هذا الاسم مش مسمى ولك افهمي ادن تقي اسم مناسب يعطي قوة يعني زي انت لما تيجي تقول اسم ايهم بدك تيجي تحط اللي ايه على اسم هادي 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 اسم هادي اسم شادي اسم الورجة الصغيرة هاي اللي على مش عارف ايش في افريقيا اللي بتطلع جنب الصخرة اللي باخده منها الصبغة اللي بندهنوا فيها الايفون 11 قال اسمه هيك طلع معنا معنا فعشان هيك هاي الاشياء دائما الانتقاء الاسماء اللي بتعطي القوة هي اللي بتعطي القوة للمولود فانتي ما تستغيب فيها ولا انا بدي اسم ناعم لالو او ادلع باسم ناعم ما انتي بتضره ما انتي بتجيب له الدور في الاسم هذا اللي انتي بتدلعه فيه انفضوا الاسم كامل عشان تعطي قوته كامل للاسم يكون له معنى وقوة هاي الاشياء اللي انا بنبه عليها دائما في انتقاء الاسماء انه لا تاخذوا باللحن لا تجاروا الناس ارجع لاسم قديم رجعي ازاي ما بسموها ايه قديم متخلف هذا ايه هاي الاسماء انقرضت ايه الله لا يؤرض حدا يعني هاي الاسماء دائما انتي بدك تسمي ابنك اسم يطلع من وراء رجل يطلع منتج يطلع عنده اشي مش دك تخصف اهله بالاسم اللي بدك تحط له يعني مثلا في اسمين رح اذكرها صاحبات الاسمين هدول يعلقوا ماشي او اللي بعرف واحدة من هدول الاسمين وبعرف انه الشخصيات اللي انا حكيتها منطبقة تعرف انه معناته انا اللي بحكيه صحيح لو اجينا على اسم عبير ولو اجينا على اسم منا اسمين صح اطلع ع شخصيتهن التنتين كيف انه الحياة ما بتمشي معهن بمشاكل دائما في تعب دائما في عناد نظرتهم نظرة رجولية بمتحررات زيادة في منهن كثير بتعدد بالازواج في منهن ما برضى ان يرضخن للزوج مشاكل مع الازواج دائما الا اذا كان برجها الفلكي هو اللي خفف عليها الوطأ ولكن اجمالا هدول الاسمين ما برتاحوا لانه هدول الاسمين اساسا موازينهم صعبة صعبة جدا فعشان هيك اختيار هدول لا العبير ما هو من عبير الورد عبير الورد ما هو من جابلها الدور عبير من وراء اسمها امنا من الاماني برضو جابلها الدور من وراء الاسم يعني انت نجيت الاسم صح وحيلو ناعم ومشا الله عليه بس انت شو سويت في الشخص اللي سميته هذا الاسم وصلت المعلومة ان شاء الله بكرة اول حلقة راح تنزل الاسماء ورح نبدأ ببرج الجوزاء عشان نختم الجوزاء لانه شهر الجوزاء فاللي بولدوا بالشهر هاد عشان يحطوه اذا قدرت بكر يعني في اليوم انزل الحلقة بنزلها ولكن اذا ما قدرت ان شاء الله يوم السبت لانه استحلفت بالله اني انا استعجل في الموضوع وخلال يومين بعديها راح انزل موليد برج السرطان وبعديها بنرجع بنزل الابراج الباقي كل واحد على حدة لانه اساسا بصير معنى مجال انه احنا ننزل هاي الاسماء وبتمنى انه هذا العلم او هاي الاسماء او هاي القاعدة انكوا تنشروها وتوصلوها للناس عشان الناس تفهم هاي المعلومات وتفهم انه انتقاء الاسماء مش الاشي السهل او الاشي اللي فيه دلع او الاشي اللي فيه هذا الاشي اللي فيه قوة هو اللي دائما لازم يكون اللي بعض الصفات اللي لها علاقة تنعكس على المولود وفي نفس اللحظة تعطيه خير الدنيا وتعطيه خير الاخر في نفس اللحظة مع بعض هيك وان شاء الله هاي رح تنشرح بحلقات قادمة بعتذر عن الاطالة وخلينا نروح على توقعاتنا اليوم طبعا اليوم توقعاتنا اليوم السبت 13-6 القمر ما زال موجود في الحوت لاخر يوم في منزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح يعني منزلة قوية نشوف حركة الزوايا او الكواكب هل تأثيراتها ايجابية يعني رح تكمل الايجابية معنا ولا انها رح تختلف معنا طبعا بالنسبة لتأثيرات القمر القمر حكينا انه لما بكون موجود في الحوت بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هذه الفترة بنشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزو جانبا وبذرف الدموع بعيدا عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيب عن عمله نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هذه الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير أول زاوية رح تتشكل معنا هذا اليوم هي زاوية اقتران سلبية بين القمر والمريخ هي نزلة قوة القمر شوي فهي زاوية رح تكون الساعة ثنتين واثنعشر دقيقة صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بطور ثورة عارمة من الغضب هاي أول زاوية ثاني زاوية زاوية اقتران سلبي بين القمر ونبتون رح تكون فيه تمام الساعة ثنتين وخمسين دقيقة صباحا تجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين هاي نزلت قوة القمر كمان مرة زاوية تربيع سلبية بين القمر والشمس يعني زاوية صار القمر نصف بدر ربع في تمام الساعة ستة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بخلق هذا الاتصال لدينا عدم استقرار حالة من عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين طيب الآن ندخل في فترة النهار زاوية تزديس ايجابية طيب قبل ما ننصل كل اللي احنا ذكرناه هنا دول دول أوروبا أو أميركا اللي بكون عندهم هاي الليل زي ساعات نهار أو مغرب هم اللي بدهم يحذروا من السلبيات هاي لأنها رح تكون قوية عليهم أول بعدين بتصير عنا احنا لأنه بصير نهار بتصير ايجابية لأنه زوايا بتصير عنا في النهار بعد الشروق الشمس زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 9 و 56 دقيقة ظهرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما الزاوية التي تليها زاوية تزديس ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 12 و 44 دقيقة عصرا بنهتم بمشاكل بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومن حاول انه نساعدهم قدر الامكان زي عمل انساني بتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا على تعزيز الروابط العائلية يعني في الليل اللي عندنا بكون الليل اللي عندهم بكون نهار تحركوا فيها بدون ينتبهوا لانه سلبي رح يكون القمر في هذا الوقت وفي النهار عندنا بكون ايجابي لغاية الساعة 12 و 44 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج في هاي الساعة بالضبط بصير خلو المسار يعني الساعة 12 و 44 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بداية خلو المسار خلو المسار رح يستمر لغاية ساعة 9 ودقيقتين مساء يعني بتوقيت الاردن منتصف الليل وهذا يعني انه الفترة المذكورة من ساعات العصر لغاية منتصف الليل هاي الفترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار ماشي هاي خلو المسار الان في زاوية سلبي ثانية رح تصير في فترة خلو المسار وهاي الزاوية من الزوايا البطيئة الها تأثير يومين طبعا انا ما ذكرتها قبل يومين لكن هي الها يومين تأثيرها ورح تستمر تقريبا بحدود الخمس ايام له الدام فعشان هيك ما قلنا علاقة في اليومين قلنا علاقة في الخمس ايام القادمات انه نكون من تبهين من الاشياء اللي رح اذكرها هاي زاوية حكينا ساعة ثنتين واثناشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بنتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز بتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكشف لاحقا او نكتشف لاحقا انهم بكذبوا علينا بتكون تحذروا من الاشخاص او الاشخاص بدهم يحذروا الاشخاص اللي بتناولوا الادوية من تناول الادوية بطريقة خاطئة ممكن تشهد هاي الفترة حوادث طبيعية زي الفيضانات او غرق بعض الصفن او ناقلات بترول او حرائق او اضرابات في قطاع الصناعة والصحة وصلت طيب الان الان ما فيه اي شيء رح نذكره تكمل تكمل خلو المسار بكرة منكمله ومنذكر عن خلو المسار القادم امتى رح يكون بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المربع 22 يوم في تمام ساعة 10 أو 33 دقيقة مساء بصغير 23 يوم نسبة الاضاءة 50% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى 26 المزاج ممتزج القمر في الحوت حتى 14 6 اللي هو لبكرة يعني مزاج ممتزج عطارد في السرطان حتى يوم 18 6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25 6 مزاج منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 6 مزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى 12 9 مزاج منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 7 بعدين بيرجع من الدلو للجدي مزاج منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15 8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد نبتن في الحوت حتى 23 6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد بلوت في الجدي بيتراجع حتى يوم 4 10 مزاج منتحس طبعا قبل ما ندخل على التوقعات اليومية فيه أشخاص بقولك أنه أنت بتحكي اسمع البرج والطالع طبعا أنت بتحكي أبراج وبتحكي بيوت وين الطالع اللي إحنا نسمعه طبعا أنت فاهم شو يعني الطالع يعني لما تكون أنت أساسا برجك لنفترض أنه جوزاء وطالعك قوس بدك تسمع برج الجوزاء وبدك تسمع برج القوس لأنه هذا برجك وهذا طالعك بدك تسمعهم ل 12 بيت وتسمع ل 12 بيت وتدمج ما بينهم هذا الأفضل عشان تطلع أنت بصفوة التفسير أما أنه إيش الطالع يعني إيش الطالع أنا مفهمتش إيش الطالع يعني بدي يكون حبك تأخذ أول فقرة من البرج خذ أول فقرة أنت زي ما بدك يعني بس هو الأفضل أنك تسمع أنت لأنه بدك تعرض مين الغالب عليك أنا ما بعرف مين الغالب عليك عشان يك بدك تسمع البرجين وتشوف مين اللي بنطبق عليك توقعات أكثر هاد ولا هاد إيه بتأخذوا الآن حبيت تسمع الاثنين وتتماشى معهم لفترة عشان تتأكد أنه طالعك هو اللي بظل يغالب عليك ويسمع طالعك بس أنا بقول لك اسمع الاثنين أرجو أنها تكون وصلت المعلومة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي ممكن تشعر ببعض أعراض غير اعتيادية يجب أنك تستغلها تتوجه لطبيب أو لفحص أو لراحة علاجية خذ قصد كافي من الراحة بالفترة هاي ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس القمر موجود في بيت المتاعب فمرهقك بسحب من طاقتك فعشان هيك بدك تكون حذر أنه ما تجهد حالك وانتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت الأول على المستوى النفسي تقريبا الأجواء نفس الإشي بيكون دائما بيت المتاعب وبيت الشخصية بمعنهم لاثنين وراء بعض فعشان هيك نفسيتك بتكون مرهقة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء المالية يعني بتغلب على الدفعات على المصاريف فعشان هيك بدك تمسك إيدك ممكن اتراجع حسابات أو اتدقق في حسابات تشعر أنك مذاهق أو الأمور المالية تتعاكس معاك اليوم فبدك تكون منتبه لهاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ممكن أنها تحمل لك بعض الأشياء اللي فيها نوع من أنواع الحدية أو العصبية في الطباع لكن غالبا الأجواء بتكون في هاي الوضعية أنه بتنشط بالاتصالات وباللقاءات بكون عندك يعني شغف بالاتصال أو بالجمعات أو بالأشياء هاي فعشان هيك بتحاول أنك تكون في المجتمع فعال حاول بس أنك أنت تمسك حالك من العصبية وردات الفعل العصبية لأنه في لحظة ممكن أنك أنت تمفجر في الأشخاص اللي حواليك أو إذا تأخروا عن تلبية احتياجاتك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا في أمور الآن بلشت تتضح بأشي إيجابي صحيح أنه حاد وضع البيت صحيح أنه بحمل نوع من أنواع الخلافات إحنا ذكرنا أنه من بداية الشهر لنهاية الشهر مستوى البيت متقلب دائما بشكل سريع جدا فممكن يكون فيه إيجابية وسلبية في نفس اليوم أو ممكن يجتمع الإيجابي والسلبي في نفس اليوم يعني ممكن تكون عندك بعض الأشياء المهمة كالطراب أو مشاكل بيتية أو عائلية وممكن يكون في بعض الخلافات أو عندك نشاطات منزلية كالديكور أو تغييرات أو تصليحات ولكن بالمقابل ممكن يكون فيه إنجازات أو أخبار سارة بتتعلق في أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي يعني فيها نوع من أنواع الضغط وبتسبب نوع من أنواع سوء التفاهم أو الحساسية من موقف معين ممكن أنك أنت الحبيب ما يمشيش معك مثل ما بدك ممكن أنه الفترة هاي يكون غالب عليها أمور إلها علاقة بالأشياء اللي ممكن أنها تسيطر على أعصابك حتى يعني زي اللي بيتناول مهدئات أو أشياء هيك بتكون تديروا بالك في هاي المرحلة لأنه لو بتوصل لمرحلة أنت بتبطل تسيطر على أعصابك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى العمل يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني إذا حبيت إنجزها طبعا لأنه في منك رح يكون منهك خلال هذا اليوم أو تعبان مش قادر ينجز أعمال وفي منك رح ينشغل في بعض الملفات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فممكن اليوم يظهر نوع من أنواع الخلاف ما بين الشركاء شركاء المال أو العاطفة أو حدية في الطباع ممكن أو سوء تفاهم يسبب هيك عصبية أو تورة مشاكل خفيفة مش قوية يعني مش إشي يفصل ما بينك وبين الشريك عشان هيك ديروا بالكم من المشاكل في أشخاص بيسألوا بيقولك إحنا الحمل مشاكل مع برجنا الدلو هذا سؤال سألنا من صديقة فأنا حبيت أني أجاوبها بما أنه منحكي عن بيت الشراكي الدلو في أسوأ فتراته فلكيا والحمل برضو في أسوأ فتراته فلكيا فالتنين الخصام وارد ما بينهم في هاي الفترة وعدم الاتفاق بدون مبررات بدون سبب فعشان هيك هو عنده مشاكل وإنت عندك مشاكل أصبروا لحديث ما تتضح الرؤية اللي هي لما يوصل الشمس أو لا ينتهي تراجع وطارد والزهرة في الجوزاء بتتضح الرؤية أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء تقريبا على المستوى الثامن يعني ممكن الانشغال ببعض الحسابات أو ببعض الأمور المالية أو أمور إلها علاقة ب هيك زي محاسبة أو بدك تطالب أشخاص بمستحقات أو أمور ولكن هاي رح تفتح لك وجع راس في الفترة هاي حاول أنك ترتبها بشكل جيد عندك أنت يعني لأنه النهار هيك تقريبا إحنا بنحكي إنه روتيني فعشان هيك ما بيحمل لك إيجابية للتحصيل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على طبيعتك باتصالاتك الخارجية أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد ممكن يكون في بعض الاهتمامات اليوم إلها علاقة بالنقاشات أو بالسياسة أو بالأشياء أما بالنسبة لبيتك العاشر فبيتك العاشر جيد جدا بيدعمك بقوة على مستوى العلاقات الاجتماعية وبرضو عملية إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن اليوم تبدي بوجهة نظرك لموضوع معين ويكون في مكانه ويستفيد الطرف الآخر منه يعني تقديم مساعدات أو مشهورات وفي منكم رح يكون له نوع من أنواع الثناء أو الإطراء على مستوى العمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو بيدعمك بقوة فبيحمل لك لقاءات أو جمعات إلها علاقة بالمعارف أو الأصدقاء بتكون جيدة ومنتجة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني ما في أي شيء مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات برج الثور بتنشطوا اجتماعيا وتسعدوا في لقاء الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة علاقات خصوصا مع الأصدقاء ممكن يسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادلة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة نفسيا صحيح أنت مرهق اليوم أو عندك إحساس مثقل ولكن إجمالا في نوع من أنواع الإيجابية عندك على الحالة النفسية أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي يعني في تقلبات مالية أو في بعض المصاريف وخصوصا تيجي من ساعات الظهر وما بعد صرف فلوس أو ممكن أن تتبذر في تصريف الفلوس يعني في نوع من أنواع الضغط المالي عليك خلال هذا اليوم في منكم ممكن أن يكون طالب فلوس وما تيجي أو تتأجل في الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى الاتصالات يعني الأجواء تقريبا إيجابية بتدعمك في بعض الأماكن مقنع تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية جدا كلا لهذا اليوم ولكن أنت طبيعتك يعني زي اللي ما عنده نفس أنه يعمل هاي الأشياء يعني بدي يتعامل على طبيعته الشغلات الضرورية والمهمة فقط أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت فما زالت أعمال منزلية أو اهتمامات منزلية أو قلق على مسألة منزلية العلاقة بالعائلة أو إلها علاقة يعني بداخل البيت يعني كروتين ترتيب صيانة ديكور أشياء من هذا القبيل فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تحملك بشرة سارة خلال هذا اليوم على المستوى العائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي عاطفيا يعني في بعض الأمور العاطفية ظهر عندي ولكن إنه مش بقوتها فمنقدر ننسبها على إنها روتينية بدون لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك أو تقصر في عمل إنتاج أو إنجاز بعض الأعمال لأنه تقريبا الأمور كثيرة فعشان هيك ممكن تنجز الجزء الأهم وتهمل الجزء الغير مهم أما بالنسبة للوضع الصحي فأنا شايف أنه تقريبا أرهاق وتعب فقط لا غير حاول تنجز أنت الأمور قبل ما تصل يصل القمر للحمل على أساس أنه رح تشعر بالفتر الجاي شوية التعب فحاول أنك تنجز أعمالك وما تراكمها أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراكي جيد اليوم أفضل من الأيام الماضية تقريبا تحمل لك نوع من أنواع التقارب أو اللقاء أو المصالحة أو التعاون ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن يعني الأموال المشتركة تقريبا في بعض الجوانب الإيجابية اللي ممكن يتساعدك خلال هذا اليوم ولكن ممكن تجتهد في بعض المسائل ما تحقق النتائج المرجوة ممكن في الأيام القادمة لحديث من القمر يوصل عندك بكون أفضل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة تكثر عندك الاتصالات اليوم أو الحوارات أو ممكن يصلك خبر من بعيد من خارج البلاد يسعدك خلال هذا اليوم اللي عندهم امتحانات بس ما يعتمدوا على الحظ بدهم يعتمدوا على دراستهم واجتهادهم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى بيت السمعة أو بيت العلاقات الاجتماعية فاليوم بتنشط في بعض الأمور بشكل قوي جدا من هاي شغلات ممكن تنعكس عليك بإيجابية وتساعدك بقوة فعشان هيك لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايفه مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتقدر تنجز أعمالك بشكل روتيني ولكن إنه ما ترهق حالك كثير برج الجوزاء يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على طبيعة عمله بتعززوا العلاقة مع المسؤولين تحظى بشعبية وبتكون يعني كل أعمالك إن شاء الله إنها سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا تدعمك خلال هذا اليوم يعني نفسيا أنت أحسن رغم أنه في تقلب على المستوى النفسي أو روتيني ولكن أنا شايف أنه لا أنت اليوم تقريبا الطاقة عندك أكثر من الأيام المضت يعني في حيوية أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء المستوى المالي ما فيها لا إيجابي ولا سلبي ممكن تنشغل ببعض الأمور المالية أو تحصيلات مالية خلال هذا اليوم بس أما يعني أمور ثانية مش شايف يعني للقلق المالي موجود ممكن تحسب بعض الحسابات أو تهتم ببعض المسائل الحسابية أما بالنسبة للبيت الثالث حاول أنك تقلل من اندفاعك أو تهورك في الأيام هذه أثناء قيادة السيارة بدك تنتبه وتركز بشكل جيد يعني من المخاطرة ما في داعي للمخاطرة أو المغامرة في الأيام هاي ممكن يصير أعطال في أمور إلها علاقة إما بالسيارات أو بالتليفونات أو بالكمبيوترات بدك تركزه بشكل جيد وأثناء نقاشاتك ما تعصب وخلي عندك نوع من أنواع المرونة والهدوء ممكن تتحرك بأكثر من اتجاه ويكون عندك كثير من النشاطات اليوم ولكن دير بالك يعني من اللي أنا ذكرته أما بالنسبة للبيت الرابع يعني على مستوى البيت تقريبا هدئت وطئة الضغط اليوم شوي يعني نسبيا الأجواء إيجابية بتدعمك ممكن يعني بعض النقاشات أو الخلافات على بعض الكلمات أو على بعض العبارات أهم مش أنك ما تتحسس وما تأخذ جانب لأنه أنت هيك بتكبر المشكلة حاول أنك أنت تكون لين ومرن في هاي الأمور وما تسمح لتراجع الزهرة أنه يأثر عليك بشكل سلبي حاول أنك تكون يعني مرن وخصوصا على مستوى البيت وأفراد البيت والعائلة هدول والمستوى العاطفي طبعا هذا أكيد لأنه الزهرة هو عندك فعشان هيك معظم الزهرة يعني معظم الجوزاء بشعروا في التقلبات العاطفية اللي بتعصف في الأيام هاي بتقلبات رهيبة وسريعة جدا بدون أي انذارات أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأجواء على مستوى العمل يعني ممكن تنجز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم أو تهتم ببعض الأعمال الجيدة وممكن يكون لك وظيفة جديدة أو مهمة جديدة تكون لصالحك أما بالنسبة للوضع الصحي فبدك تدير بالك مثل ما حكينا بالنسبة للبيت السابع الأجواء يعني شوي فيها نوع من أنواع التوتر ممكن يصير أي خلاف أو حدية بالطباع ما بينك وبين علاقتك مع الزوج أو الزوجة أو أمور لها علاقة بالشراك المالية طبعا مش شرط أنها تكون مشكلة ممكن سوء تفاهم أو خلاف بسيط بلكن تأخذ على بالك منه أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على المستوى الأموال المشتركة تقريبا جيد وبيدعمك بقوة خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض الأمور لإما البنكية أو الحسابية أو المطالبات أو ممكن تجد شيء كنت فاقده في الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا وقوي على مستوى الاتصالات البعيدة بعزز من اتصالاتك خارج البلاد وعلى الأمور الأكاديمية أو الدراسية أو البحث عن لغة جديدة أو علم جديد هاي كلها بتفيدك وممكن يصلك خبر من خارج البلاد يسعدك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 تقريبا نقدر نحكي علاقتك مع أصدقائك اليوم روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على حسب طبيعتك وعلى حسب علاقتك مع الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالرقابة الصحية أو أمور هيك إلها علاقة بالنصاحة بالضعف بأشياء من هذا القبيل برج السرطان كونوا أكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن تشعروا بقوة العاطفة عندك أحلام بالسفر والقيام بمشاريع كبيرة اليوم تقريبا نقدر نحكي أن الأجواء على البيت التاسع مثل ما ذكرناها بيت حليف لألك بدعمك بقوة حاول أنك تستغله بشكل إيجابي وانتبه للتحذيرات اللي إحنا ذكرناها أما بالنسبة للبيت الأول فتقريبا الأجواء إيجابية ما نفسيتك أحسن اليوم عندك ثقة أعلى في نفسك يعني ما تخلي الأمور الوساوس والأفكار إنها تسيطر عليك عشان يعني ما تحد من الاستفادة من الطاقة الإيجابية الموجودة أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي تقريبا الأمور ضاغطة فهاي بتسبب لك نوع من أنواع الضغط على المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات وممكن يعني تنهمك في مسائل العلاقة بالفوترة أو الحسابات بدك تدير بالك ما في داعي إنك أنت تغامر الزيادة ماليا ولا إنك تصرف فلوسك بشكل غير اعتيادي يعني بدك تكون طبيعي يعني في بعض المسائل راح تحيرك اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء الجيدة فاليوم بغلب عليك النشاط والحركة سرعة البديهة ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك ممكن يكون عندك كثير من التنقلات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور ضاغطة اليوم فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن يعني تنزعج من مسألة معينة ممكن تعصب من مسألة معينة من كل الأمور على مستوى البيت والعائلة ما تكون ماشي مثل ما بدك أو ينفتح قدامك نقاش يكون حاد فأنت شوي تتأثر من هذا الموضوع وممكن يكون قلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء تقريبا تحمل لك نوع من أنواع الإيجابية وبرضو تحمل لك نوع من أنواع السلبية على المستوى العاطفي فعشان هيك ممكن تتقلب عندك الأمور أو يعني تكون مبسوط في لحظات وتحزن في لحظات أو تزعل في لحظات أو تتذكر أشياء عاطفية سلبية صارت معاك يعني تدخل في دوامة خلال هذا اليوم على المستوى العاطفي فبدك تكون حذر من السلبية وحاول تقتنس الفرص الإيجابية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها شيئا ما فيها نوع من أنواع الضغط ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجز الأعمال أو ما يكون عندك رغبة في إنجاز الأعمال وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه للوضع الصحي عندك من التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور على مستوى الشراكي جيدة تدعمك ممكن تعملك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة أو تتعاون إما في مشوار أو في واجب عائلي مثلا ما بين الأزواج يعني بتكون شغلة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأمور المالية المشتركة يعني ممكن ممكن لبعض موليد برج السرطان أو اللي طالعهم سرطان إنهم يعني يحضوا ببعض المكاسب اللي بتجيهم نوع من أنواع الدعم دعم مساعدة أو هبات فاليوم ممكن تكون على هاي الأمور وبرضو ممكن تحصيل قيمة نقدية لأموال بتعود لهم أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على المستوى الاجتماعي أو العلاقات الاجتماعية وبرضو على مستوى مستواك الاجتماعي ممكن برضو تنجز لأشخاص اللي بيشتغلوا أو بيعملوا في مؤسسات كبيرة ممكن إنها تدعمك في بعض الأمور الإيجابية للدعم من مكانتك أو من علاقاتك مع زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فهو جيد بيدعمك بشكل قوي فممكن يصير نوع من أنواع التعاون أو المساعدة ما بينك وبين صديق خلالفترة هاي وممكن برضو يصير فيه لقاء أو دعوي مثلا للقاء معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الضغط ولكن ضغط إن شاء الله إنه ما يكون سلبي ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ولكن أهم شيء إنك ما تهمل صحتك برج الأسد بتنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة بزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والأمور الروحانية أو الكتب الخيالية أو المسائل اللي شوي إلها علاقة بعلم النفس أو الفلسفة أو الأشياء هاي أما بالنسبة للبيت الأول على المستوى النفسي تقريبا ما بنقدر نحيئنها قوية فالوضع النفسي عندك متقلب خلال هذا اليوم ولكن بيحمل لك بعض الإيجابيات أفضل من الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي بتحمل لك بعض الفرص المالية اللي بتجيك على شكل هبات أو مساعدات أو دعم أو فرص ممكن يعني تحقق من خلالها خلال اليوم أو الأيام القادمة بعض المكاسب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع يعني ما فيها الصبر أو طولة الروح في عملية التعامل أو الاتصالات فعشان هيك يسهل جدا أنك أنت شوي تعصب داخليا مش خارجيا احمي جهازك العصبي من التوترات أو من القلق وركز أثناء النقاشات أو الحوارات على أساس أنه ما يتشتت ذهنك زيادة وفي نفس اللحظة يعني إذا عندك ابن مثلا أو حد عنده امتحانات مدرسية يحاول يركز بشكل جيد وما يتسرع في الإجابات أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن يحمل لك اليوم خبر شوي يكون مفرح أو يعني تكون مبسوط من نتيجة معينة أو تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو في نوع من أنواع التقلب ممكن ما يكون عندك وقت أو اهتمامات زائدة في هاي الأمور فعشان هيك شوي بتحمل هاي نوع من أنواع التقلبات النفسية فحاول أنك أنت سيطر على حالك بدون انفعالات أما بالنسبة للبيت السادس فممكن تنجز اليوم أعمالك بشكل جيد وممكن برضو يكون لك بعض الاهتمامات الصحية يعني إما دراسة أو الطلاع أو يعني علاجات أو مراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة تقريبا الأجواء يعني روتينية بتتعامل بشكل روتيني ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم بتكونوا أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع تقريبا الأجواء روتينية برضو على مستوى الاتصالات البعيدة يعني ما رح يكون فيها الكثافة في الاتصالات بالعكس يعني اليوم يمكن اتصالات عادية يعني بدون ضجيج يعني كاتصالات مع أشخاص أو اهتمامات بمراسلات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد وبيدعمك بقوة على المستوى الوضعي الاجتماعي فممكن يساعدك إما بعلاقات اجتماعية أو لقاءات اليوم اجتماعي برضو تعزز من وجودك وفي نفس اللحظة ممكن انه يكون في نوع من أنواع الدعم على مستوى العمل أو علاقتك مع زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فتقريبا روتيني الجو ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل على طبيعتك في هذا الموضوع بالنسبة لبيت المتاعب برضو الأمور يعني شوي فيها نوع من أنواع الحدية فعشان هيك منقول لك حاول انك ما ترهق حالك كثير انجز الأعمال الضرورية والمهمة يبل ما ننتكل ونحكي عن العذراء خليني أنبه لنقطة برضو سؤال أجانا على القناة من صديق بقول أنه في شخص من موليد برج الأسد يعني هو صديق إلا أنه بيعاني وأنه بالمستشفيات وهذا فهذا الأمر لا تنسى أنه أساسا زحل موجود كان في بيتك السادس يعني في بيتنا السادس بيت الصحة اثنين كل الزوايا الفلكية صارت بالجدي وهو بيت الصحة فعشان هيك كثير من موليد برج الأسد تقلب عليهم الوضع الصحي خلال فترة السنتين الماضيات والسنة هاي مع كل هالزوايا الموليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس يعني تعرضوا لوعكات صحية أو تقلبات صحية بالفترة هاي وخصوصا إذا كان طالعهم برضو بسيء لهذا الموضوع أو بأثر عليهم في هذا الموضوع وفترة وإن شاء الله بتنتهي هاي الأمور بس إنه لحديث ما توصل الشمس يعني لعننا لمشارفنا بعدها الأمور بتصير إيجابية لألنا برج العذراء تتركز جهودكم حول تعزيز شراكتكم والأجواء مشجعة يوم مناسب لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقتك أو العلاقة الزوجية يعني شوي أو العائلية أو العلاقة مع الشركاء بسودها نوع من أنواع يعني الإنسجام أو التوافق خلال هذا اليوم ما لكن دير بالك من إنك أنت تشحن حالك بطاقة سلبية أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى النفسي يعني مش كثير ضاغط الوضع عليك يعني نفسيا أنت مرتاح شوي مش كثير ضاغطة يعني بتميل ما بين الروتيني وما بين الجيد خلال هذا اليوم بس خفف من القلق والتوتر أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي الأمور المالية هي المقلقة بالفترة هاي بالنسبة لألك فعشان هيك بتسبب لك بعض التقلبات أو بعض الحسابات اللي مش جاي بالشكل اللي أنت بدك ياه أو بالطبيعة اللي أنت بدك ياها فعشان هيك بتحمل بعض التوترات أو المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فهي جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات وأنت عندك قدرة على الإقناع اليوم وسرعة بديها عالية برضو لعملية الحوار احذر بس أثناء تنقلاتك ممكن يكون فيه عطل أو علاقة بالسيارة أو بالهاتف أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء تقريبا منقدر نحكي روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على طبيعتك على مستوى البيت ممكن تحمل لك لقاء أو تعاون ما بينك وبين أفراد العائلة اليوم في مسألة ما أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة يعني مشحون بطاقة إيجابية ممكن تحمل لك لقاء أو اتصال أو تعارف بالفترة هاي أو أنك أنت تنسجم ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل ممكن تكون في بعض الضغوطات أو يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو ممكن أن تكون الأعمال ضاغطة عليك أو وقت العمل ضاغط فعشان هي كدك تدير بالك تدير بالك برضو من التأخر عن العمل أو الإهمال في إنجاز أعمالك وانتبه لوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن الأجواء برضو على المستوى المالي فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تنهمك في بعض الحسابات أو المعاملات خلال هذا اليوم اللي هي بنكية أو دفعات أو يعني أشياء إلها علاقة بدفاتر حسابات وفوتير وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات اللي بعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو الأشياء البحث أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر في الأجواء على مستوى العلاقات الاجتماعية وبيت السمعة يعني فيها نوع من أنواع الحدية بدك تدير بالك تنتبه ما في داعي أنك أنت اليوم تغامر أو تخالف القوانين أو تدخل في أشياء مشبوهة يعني هذا بيض ضاغط عليك فممكن برضو أنه تحتد على بعض العلاقات أو المعارف اليوم فشوي هاي الأمور ما رح تكون لصالحك ولا تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد بيدعمك برضو اليوم ممكن يحمل لك لقاء أو تعاطف أو تعامل ما بينك وبين معرفة أو صديق في إنجاز بعض الأمور المهمة أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا متقلبة خلال هذا اليوم حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وما تتعب حالك كثير وينتبه لوضعك الصحي برج الميزان طبعا القمر انتقل الآن موجود في البيت السادس يعني في برج الحوت لليوم الثاني فعشان هيك بيتراكم العمل عندكم بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك نظموا واجباتكم أو وجباتكم الغذائية وخذوا قصد كافي من الراحة وتجد سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية خلال هذا اليوم يعني برضو الأجواء مش كثير بتخوف ولكن برضو التحذير لابد منه أما بالنسبة للبيت الأول على المستوى النفسي أنت تقريبا منهك أو تفكيرك كثير يعني من حركتك ونشاطك ممكن تكون تعبان أو ممكن يكون في عندك بعض التراكمات ضاغطة على الأفكار زي الوسواس أو الانشغال الفكري أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها إيجابية فممكن اليوم تحصل على بعض الدعم المالي أو ممكن يكون في بعض الهبات أو المساعدات أو الدعم أو الهدايا بالنسبة لأيلك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو تحمل لك نوع من أنواع الصعوبة في التقلبات ممكن تحتد في بعض المسائل ممكن أنه يعني شوي يكون لك ردات فعل عصبية انتبه أثناء قيادة السيارة وتنقلاتك وحركتك من الإصابات يعني بدك تكون منتبه ومتيقظ ممكن تحمل بعض الأعطال اللي لها علاقة بالسيارة أو بالتليفون أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت بتحمل لك بعض الأخبار السارة أو بعض الإنجازات الجيدة على مستوى البيت أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا يعني روتينية على المستوى العاطفي ما فيها لا شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني بتتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفية بيت الأزواج برضو الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن بميل في بداية النهار للروتيني فعشان يتعاملك ما بينك وبين الشريك بيكون بشكل روتيني أكثر احذر من ردات الفعل السلبية أو تحسس من بعض التصرفات أما بالنسبة للبيت الثامن فبيحمل لك بعض الملفات اللي بتكون العلاقة بالأمور المالية ممكن تنجز بعضها أو تهتم ببعضها أو ممكن أنك تحصل بعض الأموال اللي بتعود لك أو تطالب فيها اليوم وفي منك رح يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالمؤسسات الحكومية المالية زي الضريبة أو تأمين أو أوراق من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الاتصالات لبعيدة الأجواء الروتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ولكن ممكن شوي هيك يعني يكون لك اتصالات مع فئات محدودة أو أشياء بسيطة على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك على مستوى العلاقات الاجتماعية على مستوى اللقاءات على مستوى النشاطات الاجتماعية والمساعدات أو الأشياء هاي وفي نفس اللحظة بيحمل لك نوع من أنواع التعامل مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل مع أصدقائك بطبيعتك بدون لا سلبي ولا إيجابية وبالنسبة لبيت المتاعب تقريبا نقدر نحكي أنه الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط الخفيف فبنقول لك يعني حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو لازم أنك أنت تهتم بصحتك فإذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك مرج العقرب بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية تشعروا بقوة الحظ والعاطفة ماليا وعاطفيا بوسعكم شراء ورقة يا نصيب طبعا ما بنصح فيها بشكل كبير لأنه تراجعات الكواكب كلها ضد الوضع المالي ولكن لازم يعني بحتم عليه أني أقول لما القمر موجود في البيت الخامس بعطيه دفعة من الحظ قوية جدا فأبا لكن مش اتبالغ بالحظ وخصوصا أنه في تراجعات كثيرة للكواكب تقوى عندك علاقاتك العاطفية اليوم وبكون في هاي الفترة بتعرف نوع من أنواع البهجة أو أشياء إيجابية بتدعمك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية شخصيتك أحسن ثقتك بنفسك أقوى فعشان هيك الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني يعني تقريبا متقلبي على المستوى المالي ممكن مصاريف أو دفعات أو انهماك بالمسائل المالية يعني بدك تركز بشكل جيد ما تحاول أنك تصرف يعني بزيادة يعني خليها للأمور الضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو قوي برضو على مستوى التنقلات والاتصالات وبيحمل لك برضو أشياء إيجابية بالدعم من اتصالاتك ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك ممكن يكون لك بعض الحوارات الجيدة اللي تدعم وتعطيك ثقة عالية في نفسك برضو هاي أشياء إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على طبيعتك مع أفراد العائلة أو الواجبات المنزلية أو هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي قوي جدا زي ما ذكرنا في بداية التوقعات وبرضو بيحمل لك خبر سار على المستوى العاطفي إلك أو لأبنك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني ممكن منهك أو مرهق من بعض الأعمال أو تشعر بالتعب من كثرة الأعمال خلال هذا اليوم ولكن إجمالا الأجواء بتميل إلى الإيجابية أكثر يعني بتقدر تنجز أعمالك وفي نفس اللحظة بتقدر تهتم بصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط أو التحسس بعلاقتك ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفي أو ممكن تنزعج من تصرف أو من عمل أو تنهمك ببعض الأشياء أنت والشريك في إنجازها خلال هذا اليوم فهذا الشوي يسبب لك نوع من أنواع الحدية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي برضو على مستوى الأموال المشتركة بيحمل لك نوع من أنواع الحدية في الطباع فعشان هيك برضو بيسبب لك نوع من أنواع الخلافات أو فقدان بعض المقتنيات أو أمور إلها علاقة بأنك طالب مساعدة أو دعم معين ولكن اليوم إما أنه بيجيك الرفض أو بتأجل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بامتحانات جامعية أو أوراق دراسية أو معاملات أو ممكن اهتمامات بلغة أو فلسفة أو بثقافة معينة أما بالنسبة للبيت العاشر برضو بيحملك نوع من أنواع الإيجابية بشكل روتيني يعني بتدعمك على مستوى علاقاتك الاجتماعية وعلى مستوى معارفك وبرضو على مستوى الأمور العمل اللي بيشتغلوا في الشركات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة بعلاقاتهم مع زملائهم ورؤسائهم بالعمل أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فالأمور الروتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني بتتعامل على طبيعتك وعلى مستوى بيت المتاعب شوي بدك تنتبه يعني من غذائك أو من بعض التوعكات اللي ممكن هيك تشعر فيها زي يعني آلام عابرة زي مغص أو يعني أشياء بسيطة هيك بدك تنتبه ما تهمل بصحتك برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مساكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة بتجدوا تعاون من أفراد العائلة بتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة طبعا القمر بما أنه موجود في البيت الرابع فهو داعم لإلك بشكل قوي يعني على مستوى البيت والعلاقات العائلية والتقارب ما بينك وبين العائلة وأفراد العائلة أو الاهتمامات بالمساكن أو العقارات أو الأمور هاي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء متقلبة على المستوى النفسي فعشان هيك بتجد حالك اليوم في أكثر من صراع مع بعض ما بين إيجابي سلبي إيجابي سلبي في أكثر من مرحلة فعشان هيك بدك تنتبه لهاي النقطة بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء أقوى اليوم على المستوى المالي بتحقق بعض المكاسب أو الأرباح خلال هذا اليوم ممكن يجيك نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو مهبات أو تحقق من عمل إضافي يعني مكاسب جيدة يعني في أمور جيدة على المستوى المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء بقريبا روتينية على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات اللي عنده امتحان مدرسي بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ اما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس تقريبا الاجواء العاطفية يعني فيها اجواء عاطفية او في تواصل عاطفي ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم او ممكن يساعدك الحبيب في انجاز بعض الاشياء الايجابية وممكن يكون التعاون ما بينك وبين احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض المسائل الصحية الطارئة اليك او لاحد الاحباء اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية فالوضع حاد جدا يعني سهل انك انت تستفز او انك تحمل على الشريك خلال هذا اليوم او يعني ممكن انك حتى تعصب اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية على المستوى المالي ممكن تنهمك ببعض الاوراق المالية او المعاملات المالية اللي تساعدك وتنعش بعض الامور الجيدة للك خلال هذا اليوم فعشان هيك اهتم وحاول انك تكسب قدر الامكان اما بالنسبة للبيت التاسع الاجواء يعني بتحملك نوع من انواع الايجابية على مستوى الاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن تهتم ببعض الامور زي مراسلة او ارسال اوراق او استقبال اوراق اشياء من هذا القبيل تكون جيدة او اتصالات ومراسلات عادية ولكن بتكون مع اشخاص خارج البلاد اما الاهتمام على مستوى الامتحانات الجامعية برضو اليوم بدعمك او بقوة وممكن يعني تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالجامعات او بالمؤسسات التعليمية اما بالنسبة للبيت العاشر يعني شايفوا انا ايجابي يعني بعزز من علاقاتك الاجتماعية وما عارفك وممكن اليوم يفتح لك مجالات اوسع ممكن يصير فيه تعاون بينك وبين شخص انت بتعرفه في مسألة عملية او يساعدك في انجاز بعض الاعمال المهمة والاشخاص اللي بيشتغلوا على مستوى المؤسسات الكبيرة ممكن يكون لهم تعامل جيد يدعمهم في انجاز بعض الاعمال بمساعدة زملائهم او رواسائهم بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فاليوم تدخل في مرحلة فيها نوع من انواع الحدية اللي اما بتستفزك او بتنرفزك من علاقة او من صديق او من معرفة يعني شوي ممكن انه تحتد او ممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة ولكن يصير ضرف في هاي المناسبة يزعجك اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو تقريبا روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي وممكن تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم يعني تنجز اكثر من عمل مع بعض برج الجدي ابتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات كونوا اكثر صبر اثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة تستفيد في علاقتك او من علاقتك مع المحيط اما بالنسبة للبيت الاول فهو داعم للك نفسيا انت احسن بكثير اليوم مشحون بطاقة ايجابية وهي بتساعدك في كثير من الامور اما بالنسبة للبيت الثاني يمكن المسألة مالية معينة هي اللي بتقلقك او تعمل لك نوع من انواع التوتر ممكن مطالبات مالية او حسابات او دفعات او التزامات اما بالنسبة للبيت الثالث فهو زي ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع الاجواء على مستوى البيت روتينية ممكن يكون لك بعض الانجازات المنزلية او الاهتمامات العائلية بشكل ايجابي وممكن يكون فيه نوع من انواع تقارب ما بينك وبين احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا متقلبي خلال هذا اليوم يعني ممكن تحمل لك نوع من انواع التوتر او القلق من مسألة معينة فعشان هيك او تتحسس من تصرف الحبيب او اهمال الحبيب خلال هذا اليوم حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية بدون يعني تكبير الخلافات اما بالنسبة للبيت السادس الاجواء تقريبا نقدر نحكي انها روتينية ما فيها ايش لا ايجابي ولا سلبي على المستوى العمل فممكن اليوم تنجز بعض العمال وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة بين الازواج تحديدا الاجواء ايجابية بتدعم من علاقتكم اليوم وتعمل تقارب جيد ممكن بعض كويت حسس من تصرف بتصرفه الشريك اللي هو الزوج بدك تكون منتبه ما تكبر وتصاعد الخلافات اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها بعض الاهتمامات المالية او القلق على مسألة مالية ممكن تتراكم عندك حسابات او دفعات او اشياء من هذا القبيل او اهتمامات بمؤسسات حكومية مالية زي بنوك او ضريبة او تأمين او رقابة مالية اشياء من هذا القبيل لدك تكون منتبه من هذا التقلب اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء يعني جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل اللي الها علاقة باشخاص خارج البلاد او المراسلات يعني او اوراق قانونية او معاملات كلها تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية القوي اما بالنسبة لبيت العلاقات برضو بدعمك في علاقاتك ومعارفك ممكن يساعدك في مسألة معينة ولكن بدك تنتبه انه ما تتأخر عن دوامك وفي نفس اللحظة ما تنفعل وتعصب على زميل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تقارب مع صديق معين فعشان هيك الاجواء بتحمل نوع من انواع الايجابية بشكل جيد اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء يعني تقريبا روتينية ما فيها اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فممكن تنجز اعمالك بشكل جيد وفي نفس اللحظة يعني يكون لك بعض الاهتمامات الصحية برج الدلو تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الاغلب من عمل اضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة يعني الفترة هاي ممكن انها تحمل لك نوع من انواع السهولة في انجاز بعض الاعمال اليومية وفي الحصول على بعض الاموال او الارباح ولكن بدك تحذر من المصاريف او الدفعات خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء على المستوى النفسي احسن يعني تقريبا انت مستقر الاوضاع عندك نفسيا شوي يعني فيها نوع من انواع الايجابية اللي بتدعم من نفسيتك او شخصيتك ممكن تشحن حالك بطاقة ايجابية بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث تقريبا الاجواء يعني بتحملك بعض اللقاءات او التحركات او النشاط اليوم في التنقلات برضو عندك قدرة على الحوار والنقاش اليوم بشكل جيد وسرعة بديها عالية جدا لا تخطي اي ازمات خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع يعني شوي الاجواء على مستوى البيت خفت الضغوط فممكن اليوم يكون لك نوع من انواع التقارب او التفاهم مع احد افراد العائلة او مع الاسرة او لقاء معين بجمعك فيهم اهم اشي انك ما تتحسس من تصرف ما وما تغضب على حد بخالفك وخصوصا من افراد العائلة ممكن يكون في بعض الاعطال او الاهتمامات المنزلية اللي شوي تكون مرهقة اما بالنسبة للبيت الخامس يعني شوي على المستوى العاطفي متقلب خلال هذا اليوم يعني ممكن يحملك بعض الردات الفعل السلبية او تزعل او تتحسس من تصرف الحبيب او اهماله وممكن برضو انه يكون في يعني زي سوء تفاهم او عصبية مائلها مبرر خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي جيدة على مستوى العمل بتدعمك فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يوكلك عمل جديد او يكون في مساعي لتطوير شيء بالعمل بالنسبة للوضع الصحي تقريبا نقدر نحكي انه متقلب يعني بعض الاشخاص من مواليد الدلو بدهم يديروا بالهم على صحتهم اما بالنسبة لبيت الشراكة المالية والعاطفية يعني بيحملك نوع من انواع يعني هيك فيه عتاب او سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك شريك المال او العاطفة او ممكن بينك وبين الازواج يعني مسألة معينة تحتد منها او تعصب او يعني تثير حساسيتك بانتقاداته او تدخلاته فهذا شوي يكبر او يعمل خلاف ما بينك وده تكون حذر من هاي النقطة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على المستوى المالي يعني تقريبا هي الشاغة لفكرك في الايام هاي فعشان هيك ممكن تهتم ببعض المسائل المالية او الاتصالات او بحث عن منجة لضغط مالي معين او متطلبات مالية اما بالنسبة للبيت التاسع فامورك على مستوى الاتصالات الابعيدة او تدخل بعض الاشخاص من خارج البلاد بشؤونك او ممكن يجيك خبر من خارج البلاد يكون مزعج في منك رح يتأخر له امور العلاقة باوراق او معاملات او تظهر بعض الاوراق القانونية او المعاملات تكون مش يعني ايجابية بالنسبة له اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى العلاقات الاجتماعية جيد وعلى مستوى العمل برضو جيد بدعم سمعتك بشكل ممتاز وفي نفس اللحظة ممكن يصير فيه نوع من انواع تعامل ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فهو روتيني بتتعامل على طبيعتك ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة لبيت المتاعب تقريبا الاجواء جيدة فبتساعدك على انجاز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وبرضو ممكن يكون لك بعض المراجعات الطبية وتكون لصالحك او نتائج ايجابية برج الحوت ثقتكم بانفسكم كبيرة انت اليوم اكثر نشاط وحيوية من قبل موسعكم السيطرة على زمام الامور والدفع بمصالحكم ممكن تقضي اليوم فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الاجواء على المستوى المالي ممكن تظهر بعض الصعوبات او بعض المصاريف لزيادة او المتطلبات او المتطلبات المالية او انه يكون يعني شوي في نوع من انواع الضغط عليك يعني انه انت بتصرف الزيادة او في المكان المش مناسب بدك تنتبه من مصاريفك وبرضو لو صار اي شيء العلاقة بالضغط المالي حاول انك انت ما تفقد السيطرة على اعصابك يعني ايام مصيطة وبتنحل الامور ان شاء الله اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا على المستوى التنقلات يعني جيد مشحون بطاقة ايجابية بتساعدك على التحركات والتنقلات وبرضو على الحوارات عندك سرعة بديهة عالية ممكن تقنع اي شخص اليوم بوجهة نظرك وفي نفس اللحظة مشحون بطاقة ايجابية عالية جدا ولكن اثناء تنقلاتك بالسيارة بدك تكون حذر ما في داعي للعصبية ما في داعي للتهور او الاندفاع بدك تكون مركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت تقريبا الاجواء بلشت تنحصر بالجانب الايجابي ممكن هاي شوية تحل بعض المشاكل المنزلية او تبلش تختفي هاي المشاكل او بوادر لمصالحة او تقارب عائلي خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المسائل اللي فيها نوع يعني بقايا التعب تبع الفترة الماضية ولكن انه الامور بتصير جيدة شيئا ما اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما زالت الاجواء متقلبة عندك فعشان هيك هاي بتحملك نوع من انواع يعني التقلب في المزاج ممكن تتحسس بسهولة ممكن يعني تأخذ على خاطرك من الحبيب او اهمال الحبيب او من احد الابناء يعني شوي بدك تكون يعني جاهز انه انت ما تتحسس وفي نفس اللحظة يعني تأخذ على بالك او على خاطرك من الحبيب بما انه في بوادر مصالحة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل ممكن تكون ايجابية وتدعمك خلال هذا اليوم فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وفي منكو رح ينجز اشياء يعني كان صعب انها تنجز بالفترة الماضية يعني عندك نشاط اكبر على المستوى العملي ولكن بدك تنتبه لوضعك الصحي ما ترهق حالك كثير اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى الشراك المالية والعاطفية يعني على مستوى الازواج او شركاء المال تقريبا الاجواء بلشت تستقر شيئا ما تحمل نوع من انواع التقلب زي التحسس من تصرف زي الشعور بالاهمال او التقصير من الشريك فعشان هيك بدك تكون حذر من النقطة هاي لانه ممكن اذا كان طالعه او مرجو يعني بيعمل نوع من انواع النفور فممكن انه تسبب لك مشكلة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على المستوى المالي تقريبا يعني حكينا انه في فرص مالية ممكن انها تكون برضو نوع من انواع الدعم او المستردات او اموال الىك تستردها خلال هذا اليوم ولكن برضو منحذر من المصاريف لزيادة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا بنقدر نحكي انها روتينية يعني اتصالاتك واهتماماتك مع الاشخاص خارج البلاد بتكون طبيعية اللي عندهم امتحانات جامعية اليوم او مدرسية بدهم يركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظوظ وفي نفس اللحظة اهتماماتك ممكن تكون على اوراق او معاملات قانونية او اشياء لها علاقة يعني باشخاص خارج البلاد اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العلاقات الاجتماعية والتقارب فممكن يا ما تكسب اصدقاء او تستغل بعض المعارف في انجاز بعض المهام او الاشياء اللي بتخصك وممكن يكون لك تعامل على مستوى العمل مع زميل او رئيسك بالعمل في انجاز بعض الاشياء اللي ممكن تكون صعبة شوي فانت تحقق من خلالها انجاز ان انجزتها اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فهو برضو جيد بيدعمك على مستوى التواصل او التعارف او اللقاءات او دعوة مناسبة اجتماع عندك مثلا او انت تقوم ببعض الزيارات الاجتماعية برضو مثمرة وبتحقق لك بعض النتائج الايجابية اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا برضو داعمة على مستوى بيت المتاعب فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة اليوم وفي منكو رح يتلقى خبر جيد خلال هذا اليوم يعني شوي اما بيطمئنه او بيسعده يعني على الحلتين ممتاز في منكو رح يهتم بصحة بصحته او بصحة احد الاحباء زي تقرير طبي ولكن او فحص طبي ويكون نتائج ايجابية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء